ندخل بقى للأخبار الحصرية والخبر اللي عمل ردود فعل واسعة بالأمس بعد ما أعلننا أن نادي الترجي التونسي أرسل خطاب رسم للاتحاد الإفريقي وللحكومة التونسية طالبا حضور جمهور بسعة وعدد محدد في ملعب رادس في لقاء الزهاب طبعا بالأمس ناس كتيرة تنقلت هذا الخبر بعد ما قلناه وكان معنا كمان الإعلامي بديع بين جمعة الإعلامي التونسي القدير وشرح لنا كواليس الموضوع ودنا تفاصيل أكتر بخصوص هذا الموضوع عشان أوضح للناس الفكرة في مسألة حضور الجمهور عشان برضو الناس ما يكونش عندها لغط في هذا الأمر وممكن البعض يتوقع أن يكون فيه مجاملة لبعض الأندية أو أندية أخرى عشان نتكلم بالمنطق ونتكلم بالحق وبالعدلة في هذا الأمر أي نادي للحق أن يطلب حضور الجمهور ولكن الاتحاد الإفريقي بيرهن الموافقة على شرط أساسي أن السلطات الصحية وحكومات الدول هي التي تؤكد أن حضور الجمهور متاح في هذه الملاعب وفي هذه الدول ولا لا لأن الأمر هنا متعلق بقرار صحي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا بنشوف في سينبا التنزاني كان الأول العدد بدون إجراءات احترازية إلى أن الكاف ده دخل وقال لك لأ لازم إجراءات معينة وأنا اللوافق بعد السلطات الصحية في كل دولة تقول أوكي أنا أقدم وفقة بالعدد الرسمي فبمعنى أدق لما جينا لعبنا مع سينبا حضر حوالي 10 ألف أو 50 ألف متفرق في اللقاء الأولاني بعد كده اتعملت إجراءات احترازية وبقى سينبا بيدخل ما بين 5 ألف إلى 10 ألف متفرج بإجراءات احترازية معينة لما لعبنا فيتا كلاب حضر حوالي 3000 متفرج الترجي شايف أن المباراة القادمة ممكن يكون فيه فرصة أن يحضر جمهور وهو بيعمل ده كمان يا جماعة عشان نقطة مهمة كمان عايز أأكد عليها الترجي في لقاء شباب والازداد لما دخل جمهور دون موافقة الكاف ودون موافقة السلطات الصحية لجلة الانضباط بعد التحذير للاتحاد التونسي والترجي عشان لو تقرر الأمر هيكون فيه قرارات انضباطية فهو شايف أن طالب يخش 1000 و2000 تم أطلب رسمي عشان لو دخل العدد ده أبعد عن أي فكرة قرار عقوبة أو مخالفة في الفترة اللي جاية فهو طلب بشكل رسمي أن يكون فيه جمهور في لقاء الأهلي ممكن يتوافيله على 1000 ممكن يتوافيله على 5000 هو طالب 30% من ساعة الملعب لكن من شرط يتم الموافقة على 30% وحتى لو الصحة في تونس وفقت على دخول جمهور في النهاية القرار في العدد هيكون طبقاً لتعليمات الاتحاد الأفريقي هو اللي هيقول العدد وبخطة معاناة وإجراءات احترازية وبالنسبة للجمهور يا ما الأهلي لعب الترجي في تونس كتير بحضور جمهور وكان بيكسب في رادس مش هتكلم في مثلاً مباريات من سنوات بعيدة لا احنا بنتكلم مثلاً في العشر سنوات الأخيرة نهاية أفريقيا 2012 كان بحضور جمهور والأهلي فاز نهاية 2006 مع السفاقس بحضور جمهور في ملعب رادس والأهلي فاز في 2017 الكوارتر فاينال الدور ربع النهاية الأهلي كسب مع الترجي في تونس رغم أنه كان متعادل إيجابي هنا في القاهرة والأهلي تأهل لمرحلة الدور نصف النهاية فبالتالي حضور جمهور مش هيعمل قلق بالنسبة لأن احنا متعودين نلعب في رادس بحضور جمهور وبنقدر نعمل نتيجة إيجابية لكن عشان نتكلم برضو باللوايح وبالقوانين ممكن يطلب حضور جمهور وفي النهاية الاتحاد الإفريقي هو اللي بيوافق لكن أنا كنت عايزة أوضح الجزئية ده عشان انبارح الموضوع الناس كنت بتسأل وليه طب ازاي واحنا ممكن نطلب اه احنا ممكن نطلب في لقاء العودة لكن في النهاية الأمر راجع هنا للسلطات هي اللي تدي الموافقة من عدمها ولو ادت موافقة الكاف بيتفق معك على العدد وفي النهاية ايا كانت الموافقة العدد لن يزيد بأي حلم الأحوال عن 30% من ساعة الاستاذ لو الاستاذ بيسع 30 ألف مش هيحضر أكثر من 5 ألف أو 10 ألف لو الاستاذ بيسع 60 ألف مش هيحضر أكثر من 20 ألف وبيتم حضورهم بجراءات احترازية